الكثير من الأراضي الزراعية في محافظة واسط المحاذية لإيران باتت تعاني من الجفاف بسبب شح المياه حيث قطعت إيران تدريجيا منذ عام 2003 نهر القلال أو ما يعرف بنهر وادي قلال بدرة الذي يغذي مساحات كبيرة من الأراضي والبساتين هذا النار جف بشكل كامل وأدى إلى تيبس البساتين وتيبس المزرعات ولا يوجد قطرة ماء بسبب وضع سدود من قبل الحكومة الإيرانية على الأنهر يعني هذه البساتين بدرة كانت تغذي عوائل عوائل كانت عايشة عليها لكن بسبب انقطاع الماء وشحت المياه هذه وصلنا إلى هذا الحد وقلالنا يبس نهائيا السلطات الحكومية تقر بتراجع مساحات الأراضي والبساتين في المحافظة بشكل كبير وتراجع الثروة الحيوانية وحصول هجرة من مناطق كثيرة هناك أزمة لمياه الشرب إضافة لهذه الأزمة تحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل الدولة لإحياء هذه المنطقة المهمة ذات الأراضي الخصبة والبساتين نادرة النوعيات فيما يتعلق بالتمور والحمضيات الإقرار الحكومي بعمق الأزمة رأى فيه أهالي المحافظة استكمالا لتهميش وإهمال ملف المياه واتفاقياتها مع دول المنبع من قبل حكومات ما بعد عام 2003 الدبلوماسيا عدمت بالعراق الوطنية ليش؟ لأن كل اللي يحكمون العراق انتمائهم إلى خارج العراق بدون استثناء بدون استثناء لكل دول العالم كل مجموعة تنتمي إلى دولة معينة 80% من الأراضي الزراعية في واسط في المناطق الحدودية مع إيران تعاني من الجفاف بحسب تقديرات حكومية نسبة عالية يقول المراقبون إنها لم تكن يوما محفزا للمطالبة بحقوق العراق المائية